اهلا بحضرتكم مرة تانية عزيزي المشاهدين والفقرة الحوارية الثانية في هنا ماس بيرو هنتكلم على موضوع اهم جدا هنتكلم على الادارة البيئية هنتكلم على الاقتصاد الاغضر والتسويق الاغضر نتكلم على التغيرات المناخية طبعا مصر او مصر بالتحديد بتستضيف القمة العالمية في نوفمبر 20-22 برحب بضيفتي الكريمة اللي بتنورني في لقاء الليلة الدكتورة رانيا صالح مدرس الادارة البيئية باحدة الجامعات الخاصة اهلا بك يا دكتور وساعداء بوجود حضرتك معنا مش زيل حضرتك يا فاندو انا سعيد اكتر الله عاوزة ابتدي مع حضرتك على طول ونتكلم يعني ادارة بيئية يعني ادارة بيئية طيب ممكن نقول من الكلمتين ضم الكلمة الادارة مع البيئية دول يوضحوا المعنى شوية ولا لسه هيتوضح اكتر طيب انا مفهومنا عن الادارة اللي هي المهم العادية جدا للمدير المتابعة والمرأبة والتخطيط والكلام ده كله هو بندير او احنا بنعمل الادارة بقالنا كام سنة من اول مثلا قرن العشرين ولا قرن التسعتاشر لما بدأنا بنتكلم عن المفهوم الادارة هل الكتاب او العلماء وهم بيكتبوا كتب الادارة دي زي بيتر دراكر والناس الكبار بتوعنا دول كانوا واخدين بقى البيئة في حسابتهم لا طبعا مكان يعني زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله تكملة اللقاء على ما حدث البيئة من تظاهر وتلوث وبدأ العالم ينتبه الى اهمية البيئة مؤخرا مؤخرا فبدأ برضو ظهر علم الادارة البيئية اي مراعاة البيئة في كل تفاصيلنا واحنا بنجير اي مؤسسة او اي مصنع او اي حاجة في الحياة عندنا انا قال للتلوث طبعا نحافظ على الموارد وما كل هذه الاشياء والتي انبثق منها بقى مفهوم اللي احنا نتكلم عنه برضو التنمية المستدام تمام هي حلق عارفك انا مشابكة كلها في بعضها صحيح وبرضو بيدخل فيها الاقتصاد الاخدر والتسويق الاخدر كل ما هو اخدر يقدم البيئة بالضبط كده او يهتم بالبيئة ويحب البيئة ويرعيها اين نحن من الاقتصاد والتسويق الاخدر نحن من نحن العالم ام نحن مصر لا مصر والله مصر بالمشأ العالم مهتم والدول المتقدمة والدول الغنية عندها وعي بقضية الاقتصاد الاخدر إحنا بدأنا في السنوات الأخيرة لأنه نكر إن إحنا بدأنا نهتم بهذه المفاهيم الدولية وبنطبقها على أرض مصر طيب أنا عايز أبدأ محرك من الأول من الأول الثورة الصناعية؟ من الأول الثورة الصناعية الأولى طبعاً ظهرت الثورة الصناعية دي إمتى؟ في قرن الوات إلى 1840 تقريباً في إنجلترا طبعاً فطبعاً العالم كان فرحان جداً يلا نصنع يا جماعة هي يلا نصنع حلو بدأ العالم يصنع يصنع بقى فيه مبدأ يقولك صنع دلوقتي ونظف بعدين طبعاً متخاليداً اللي حصل بدأت المشاكل بدأت تظهر انبعثات كربونية بدأت تتراكم كمان ده تظهر وتتراكم وحاجات تأدي الحاجات صحيح منها طبعاً تدهور التربة منها التصحر منها الجفاف المائي وطبعاً وأهمهم هو موضوع ثقب الأزون اللي هو طبعاً متولد من الكولوروفروروكربون وكسيد الكربون والميثان وكل ده كان له دور أن تقبل الأزون ده إيه يحصل طيب العالم كان مهتم لا ما كانش مهتم فضل يصنع لحياة دي يمكن ستينات القرن الماضي لو 1960 لما بدأ العالم يزهر أو يعني يعن لها أو يجيله الفكرة إنه يا جماعة الحق ده في حاجة عندنا كده ما تسمى بالرصيد البيئي بدأنا نستنفذه إيه الرصيد البيئي ده إيه نستهلك من موارد في البيئة فجأنا إن إحنا كنا الأول بالنسب ممكن يعني لينا نصيب سنوي من البيئة نستهلكه مع نهاية شهر ديسمبر للأسف بقى ده يترحل نستهلكه في شهر تسعة أو شهر تمانية تمانية وده معنا إن بدأنا نسحب على إيه؟ على مكشوف صحيح فبالتالي بدأ يقول إيه طب إحنا بقى على 20-30 نحن محتاجين كوكب تاني الموارد اللي موجودة مش مكافية بدأ يظهر ما يسمى بأنه يا جماعة الحقه لازم نحافظ على البيئة ومنها ظهرت أول قمة الأرض في ستوكه الم 72 بدأ العالم يجتمع ويقعد يقول جماعة عايزين نهتم ونشوف إيه ممكن نحمي البيئة بيه بعدها ظهرت كمان قمة الأرض 92 في ريودي جانيرو البرازيل وأهمهم طبعا ما ظهرت أخيرا 2015 اللي هي البثق منها تعبير التنمية المستدامة وما أقارته 154 دولة ومنهم مصر في التوقيع على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تنص إنه إحنا 2030 بإذن الله هنكون نحققين هذه الأهداف وفي نفس السنة تم توقيع ما يسمى باتفاقية باريس لقمة مناخ في باريس وقيلة إن إحنا الإنبعاثات اللي هي بتحصل من الصناعات أو الإنبعاثات المضرة دي هنبدأ إن إحنا إن شاء الله 20-30 نكون مقفضنا لـ 50% 20-50 هنقول زيرو إنبعاثات ده كلام حلو جدا لكن على أرض الواقع يا دكتور أنت شايفة فعلا إن في أو الدول المتسببة في هذه الكوارث بدأت تخطو خطوات فعلية على الأرض يعني آخر إحسانة آرتها إن دولتين في العالم هؤلاء الأساسيون دولات المتسببين في 40% من المشاكل والمخاطر والاحتباس الحرار طبعا دولات المتحدة الأمريكية والصين 40% القرى الإفريقية القرى بتاعتنا هي أقل القرات وأقر الأماكن في هذا الكوكب تسببا في هذه المشاكل وهي أكثر المتضررين لأن طبعا إنت أحرك متقيل طبعا موضوع الإنخفاض بتاع الصناعات عندنا يعني أفريقيا مش نتعطبش دول صناعية ما بدرجة الأولى هم من حرك من ذكرتهم أو من يعني هتين الدولتين الأمريكا وبصين هم أكبر دولتين قامين بالتصنيع أمريكا الوحدها أو الولايات المتحدة أمريكية الوحدها من مسؤولة عن سوتس الإنبعاثات الكربونية على المستوى العالم إحنا مش هنبقى في معزل إحنا للأسف إحنا هو عالم واحد زي ما بنقول يعني اللي بيحصل في أمريكا لازم هيجل ثقب الأزون ده اللي هيسبب زيادة الإنبعاثات الحريقة أو زيادة دخول أشعة الشمس الضارة وارتفاع درجات حرارة الأرض مش هيبقى على مصر بس ولا على أمريكا بس لا على كل دول العالم فبالتالي كان لازم دينا تتكاتف عشان كده ده اللي حصل في 2015 ومنهم مصر كذلك وكون إن إحنا حضرية الحريقة قلت في أول حلقة إن إحنا هنستضيف قمة المنقدي عندنا آخر السنة عشان إحنا برضو موقعين على اتفاقيات بتقول إن إحنا بنلازم نقلل من وجود هذه الإنبعاثات تمام فبالتالي بدأ العالم بيتجه لما يسمى بالتسويق والاقتصاد الأخضر كان زمان يسمى الاقتصاد البني أو الاقتصاد الأحفوري اللي هو الآيم على البيترول وآيم على الفحم بدلت يتجه إن الاقتصاد الآيم على الطاقات البديلة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقات الجامل الميا اللي هي لا تسبب طاقات اللي ما بتسببش أي تلوث تلوث وطاقات متجددة لأنه اللي بيحصل اللي بيحصل من الوقت يعني نبي نستهلك الموارد جودة في البيئة وفي نفس الوقت النمو السكاني بيزيد تمام فالنمو ده عايز له إيه ما هو عايز له أكل ما هو عايز له مية ما هو عايز كذا إزاي العدد أو تزايد ده إزاي هاي يقابلوا هذه الموارد يعني لو إحنا حفظنا على الكوكب بتاعه هيل طيب يعني فيه تعبير برضو أنا أريته يعني يخص الحديث اللي هم بتكلمين فيه هي البصمة الكربونية دمي عاوزين برضو نبسط هزا المفهوم البصمة الكربونية برضو في سببها إيه ونتخلص منها إزاي اه انا أقول لها حضرت دلوقتي الوقتي أمريكا بالذات أو الولايات المتحدة الأمريكية هي من يعني عايز أقول لها حضرتك إزاي مش إحنا أقولنا هي من ناس المتسببة طبعا هي من أوائل من سن القوانين صراح ومن أوائل من قام بموضوع يعني أنا أقول لها حركة القمة بتاعة 2015 بتاعتني ممسادينا دي كانت فيه الولايات المتحدة تمام أوكي فهم انتبهوا طبعا من أوائل الناس اللي انتبهت إن فيه مشكلة في البيئة فبدأت إن هي تتكلم إن أنا إزاي أسن مجموعة من القوانين عشان أبدأ أحد من هذه الانبعثات حال فعشان يقدر يئيس الانبعثات فبدأ يقول إن كل مؤسسة سواء مدرسة مستشفى مصنعة أي حاجة من دول لها قدر معين من الانبعثات الكربونية فأنا بئيس هذه الانبعثات فبقول أنت كمؤسسة بصمتك الكربونية كذا يعني بينبعث منك عدد مقدار مثلا مثلا عشرة مثلا عشرة طن مكعب سنويا مثلا أو عشرة متر مكعب سنويا من ثاني أكسيد الكربونية وأول أكسيد الكربون فأنا عشان أقلل الكم ده هقول له خلاص أنت هتستخدم ما يسمى بيلجرين تيكنولوجي أو التكنولوجيا الخضراء أو التكنولوجيا البيئية هستخدم مكينات و هستخدم ممارسات تضمن لي أن أنا أقلل الانبعاثات دي وإلا ما هقول له خضرين نوقع عليك بالزبط كده لا هو حلو أنا خطت لك عشرة وحطت لده 13 وحطت لده 14 طيب جهبوا عشرة ده لا معلش أنا مش عارف أخفض أنا محتاجة أطلع إلى عشرة مش هدر بنازل تمانية أو مثلا أنا أحطت لك تمانية فقد أنت بتطلع عشرة ففيه اللي اتنين دول هتعمل إيه في المترين دول يقولك روح اشتري من حد بيكون بيوفر فعلا في الطاقة بتاعته وهتدفع له نظرة الشريح حاجة بتسمى اللي هي الكربون ألاونس أو الكربوني اللي خاص به طب أنا مفيش حد حوالي يجد يبقى تدفع تمانه تمام حك فهمت إزاي يبقى بالتالي هو بيقولك إيه لا أنا هقدر أحد من هذه الانبعاثات عشان أقدر أقللها على زي ما قلت حريك أن إحنا على 20-30 مفروض نوصل إحنا 50% تخفيد و20-50-0 ولي ما يلتزمش يا دكتور هل القوانين المحلية والقوانين الدولية بتجرم الدولية بتجرم الدولية بتجرم القوانين المحلية بتحت الدول ما نزلتش إحنا عندنا في مصر عندنا عن القانون 4 سنة 2004 ده اللي بدأ يزرر سوريا 4 سنة 94 ناسف 4 سنة 94 بس طبعا القوانين ظهرت في دول كتير من الستينات المهم التطبيق المهم التطبيق أنا مش عايز أقول إنه ما فيش تطبيق مش عايز أدي الناس صورة يعني يعني صورة يعني نقول عليها داكنة ولكن هو اللي بيحصل التهاون بتاع الناس ما هو ده اللي أنا بقى عادي إنه نوصله إحنا ليه بنعمل برامج زي كده عشان المواطن العادي يبقى فهم إنه هو له دور فيه موضوع تلوث البيئة لازم يدرك إنه النهاردة لما مثلا بيستهلك المياه بيقسل بيها العربية دي بقى الفقر ماء مش هلاقي ماء لما بيرمي كذا مثلا في النيل تلوث كله للبيئة حيرجع له هو في الآخر الدولة المصرية بتعمل مشروع عملاق دلوقتي بنحاير فيه قيادة استسامة بجد يعني ومش مجاملة دي حقيقة اللي هي تبطين الطرع والمصارف في كل ربع مصر ده بيرشد استهلاك المياه بيقلل الفاقت بيعمل يعني شغل مصرف عليها مليارات والمشكلة بقى الناس بديك تلوث أنا ده اللي بديقني الناس لنفسها مفيش عندها وعي طبق القانون يا دكتور وتغريم المتسبب أنت عارف الغرامة المالية لما تحصل يعني هي بتوجع بس يعني بتخلينا يعني نتجنب حاجات كتير ما هو يريد ما هو ده احنا بنطمح لي ما هي المشكلة كده من أمن العقاب أساء الأدب يعني هي المشكلة فاحنا بنقول طبعا احنا بالقوانين كموجودة أو موجودة بس هنطبق ازاي دي القصة كلها تمام قضية التغيرات المناخية دلوقتي وإحنا بنستعد لإستضافة القمة الدولية والتخوف من وصول درجة حرارة الأرض الاثنين درجة تزيد اه واحد ونصف إنها تزيد إنها تزيد إن توصل واحد ونصف توصل الاثنين كمان ده هدوب بكارسة جبيرة جدا إيه اللي انت شايفه في مجال بقى الإدارة البيئية إنه ده نقدر نعمله كما حزير أو احتياطات ما إحنا بنقول السبب في القصة دي إيه اللي حصلت بقى دلوقتي اللي حصل لأننا قلنا تقبل أذون اللي حصل نتيجة الكولوروفوروكاربون كولوروفوروكاربون ده عبارة عن مركب كميائي بيستخدم في كمية ضخمة من الصناعات إنتاجه عالمين بيصل حوالي 1400 مليون طن سنويا لأنه هو رخيص بيخش في أساسيات البناء بيخش في تصنيع بعض الأجهزة كهزية تليفزيونات بيخش طبع تصنيع حاجات التجميل ومزيلات العرق والكلام ده كله اللي هو أي حاجة أوتوميزر تمام لو لاحظت تلاقي أي حاجة أوتوميزر تلاقي فيها كلوروفوروكاربون صحية تمام طيب اللي ده بيحصل إيه؟ هيروح ثقب الأذون يخش الأشعة اللي هي فوق البنفسجية اللي هي اللي قدر الله بتقدي الحاجة ما تسمى سلطاني الجلد وفي نفس الوقت بترفع درجة حرارة الأرض وتزيد ما يسمى بغازات الدفئة أو غازات الإنباعات الحالي التي بدورها بتزيد إيه؟ بتزيد البخر طبعا المية فبالتالي هتقلل المية تمام وفي ناحية التانية هتزيب إيه؟ هتزيب جبال الجليد الموجودة في القطبين مما يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر لقدر الله ممكن يحصل اكتفاء للدلتة سنة عشرين أربعين لكن من رحمة ربنا بينا الحمد لله يعني حصل موضوع الكورونا لو كان عشرين عشرين مما أدى لتوقف الحياة الصناعية لمدة ثلاث شهور تقريبا مما أدى إلى التقام كبير في ثقب الأزون مما أدى إلى انخفاض شوية الأثار الضرة له لكن العالم طبعا بيعمل إيه؟ دي ما بقول حرتك هو بيسن مجموعة من القوانين بيحط مؤتمرات بيحط معاهدات منهم طبعا اتفاق كيوتو اللي حصل في 2007 على تخفيض الانبعثات وتحددها ده كان في اليابان كان في اليابان بالضبط كده علشان يقدر يقول المؤسسات الصناعية لو سمحتوا استخدموا تكنولوجيا صديقة للبيئة لو سمحتوا اعملوا ممارسات بيئية الايزو نفسها عاملة حاجة اسمها الوثيقة اللي هي 14 ألف الايزو اللي خاصة بالضراءة البيئية شوفك انت كمؤسسة بتطبق المراعاة للبيئة ولا لا؟ بتعمل ممارسات خضرة ولا لا؟ صحيح أوكي؟ أولى الناس بهذه التطبيقات البياني عم سيلي يا دكتور لكل الناس اللي يسمعونا دي وقت للممارسات الخضرة عشان ندخل على التسويق يعني عاوز أتكلم بشكل أكتر يعني وضوحا عن التسويق والاقتصاد الأخضر وزي نقدر يعني نحفزه في مصر تمام هو طبعا أنا كنت دايما لما بكلم حتى في أي محاضرة مع طلبة عندي مثلا دايما أقول لهم إحنا في البيت ممكن نكون بنمارس الممارسات الخضرة أو بنعمل ممارسات الخضرة دي من زمان من غير مناع وإحنا مش عارفين بالزبط كده الأكياس اللي احنا بنحتفظ بيها الزجاجات الفاضية البرطمانات اللي بنوادي استخدامها تاني تمام هو عشان بصفة عامة أوصل للي أنا عايزة من تخفيض الملوثات أنا هدفي ايه أصلا احنا أي نظام في الدنيا أنا بس ما لاش هستفيد شوية في النقطة دي تمام أي نظام في الدنيا هو عبارة عن مدخلات ومخرجات وبينها عمليات صحيح فأنا عشان أحافظ على البيئة في هذه المراحل الثلاث فبعمل تخفيض لكل التفاصيل دي بخفض الريسورس دي موارد اللي دخلة أقللها عشان ما استهلكاش بشكل أعلى البروستيز أو العمليات اللي في النص هي نفسها بتبقى استخدامتها للموارد دي أو العمليات دي بتستخدمها بشكل فيه افشنسي أو شكل فيه كفاءة بجيب مكينات بتساعد على توفير ده بتقلل الهادر اللي أنا باستخدمه أو الانبوت للداخل ده اللي خارج ده بينقسم الحاجتين البروديكت اللي خارج نفسه أو المنتر والويست أو المخلفات المخلفات عشان أتعامل معها ليها تلات طرق وتسمى بالثري أرز أول حاجة اللي بيسموها الريوز اللي هو إعادة استخدامه ده اللي احنا هنخش فيه طيب بعض الدول يا دكتور بتعتبر المخلفات دي صاروة كبيرة جدا إذا أحسن استخدامها وقعدت تدويرها تمام لسه هنقولها حاجة هو مضافة للاقتصاد يعني طبعا أول حاجة هنعمل لها الريوز هنعدي استخدامها تاني حاجة تانية هنقول عليها هنقول عليها الريديوز اللي احنا هنقلل من هذه المخلفات اللي احنا من الأول قللنا إيه الريسورس أو احنا بنستخدم بقى الكواليتي أشور اللي حنقول عليه بقى لو تأكيد الجودة في العمليات عشان ما طلعش منتجات هلكة إيه إيه إنا أنا بعمل الريديوز للايه الممكن مخلف يطلع أوكي وآخر حاجة طبعا اللي هي الأهم اللي هي الريسايكل اللي هو إعادة التدوير تمام كان زمان قبل ما نتكلم على البيئة فإنا بنقول إيه يعني من المهد إلى اللحت أي إن الحاجة بتخرج من الصناعة المخلف ونتخلص منها في المدفن بقى الصحي في أي حد دلوقتي أصبح المفهوم يعني من الخارج الويست اللي خارج ده هنعتبره مهد أو هنعتبره بداية جديدة كأنبت في صناعة تانية ومنها ما أقصر علي اللي حركة هتقلع لي اللي هو بقى إيه نحن هنستخدم المخلفات وما يسمي ببورسة المخلفات تمام ببورسة كبيرة جدا دي حاجة هيلة جدا يعني عايزة أقول لك حضرتك بدأنا في مصر يا دكتور بدأنا في مصر من 2017 من 2017 بالتكديد فعلا بدأنا من 2017 في وعي عندنا ووعي من مؤسسات والهيئات والوزارة بالموضوع ده بالضبط يعني أنا عايزة أقول لك حضرتك حاجة هيلة جدا إن أنا أخد المخلف بتاع صناعة بحطه في صناعة تانية فبالتالي ما بيحصلش أي مخلفات صحيح فأنا شايفة دي جهود مبدولة وحثيثة وإن كنت بقى بالوم على نقطة تانية لها مش عارفة يعني هل تم طرحها أو لأ بشكل مباشر وهي بورصة المخلفات الإلكترونية آه كنا بنتكلم قبل اللقاء فعلا مخلفات الإلكترونية في ناس يعني بتستهين بالضرر أو الآثر السيء اللي بتتركه في البيئة أنا بس أنا عايزة أقول له حضرتك المين بدأ بالكلام ده برضو عشان نبقى واضحين إحنا في مصر يمكن ثقافة المخلفات الإلكترونية دي مش موجودة أولا طالس إحنا بسم الله ما شاء الله إحنا ممكن ناخد الكيبورد يعني نقلبها ونعملها صناعة شي عندنا مش مشاكل إحنا كشعب ما شاء الله يعني مفيش حاجة عندنا تتريمي المشكلة دي ظهرت في الدول العربية أكتر يمكن هما ناس أميل في أنه هما بيغيروا موبايلات بشكل عالي منها طبعا كانت دولة صبقة قوي البحرين معناها دولة صغيرة وإن بدأت إطلاق حملة ما تسمى ببورصة المخلفات الإلكترونية دكتورة رانيا بورصة المخلفات الإلكترونية دي يعني الاستفادة منها أو الدول التي وعدت هذا الموضوع يعني بتخرج بسروات سروات كبيرة جدا الكنوز في البورصة دي وعشان كده سميت بورصة طبعا طبعا لأن مثلا حصل حدثة من كذا سنة سريعا مش هطول يعني فيها كانت شركة معينة طبعا مش عايزة أقول كانت عاملة يعني فيرجن موبايلات أجهزة محمول يعني حصل فيها مشكلة كانت البطريق بتاعتها بتنفجر وبتحرق وهكذا جهة اللي حصل طبعا إن الشركة قالت لأ طبعا أنا عشان سمعتي هلم كل الأجهزة اللي موجودة في السوق دي لم تحوي تاتة واربعة من عشرة مليون قطعة تمام مين طلع لها؟ الأكتيفست بقى اللي هما اللي هما يعني الحزب الخضر والناس المهتمة بالبيئة لأ أنتوا إزاي بقى دانتوا بس مش كمان هترموا مخلفة إلكترونية وتبهدولوا البيئة دانتوا كمان استخدموا كميات ضخمة من الريسورسز قامت عاملة شركة دي إيه؟ قامت حولت كل هذه الكونتنت أو المكونات إلى شاشات وستخدمت افتصنائها حضرين فالقصة هنا بقت إيه؟ بقت مش مجرد أن أنا اتجاه دولي ده بقى اتجاه كمان خاص من قبل المستهلكين هما كمان اللي بقوا يضغطوا على الشركات يعني احنا مش بنكلم عن الانتاج بس دي احنا بنكلم عن الاستهلاك يعني فت المستهلك اتغيرت بالزبط كده وبالذات الجيل اللي هو بيسموه جنريشن زي أو الجيل اللي هو بعد زنة 2000 هو أصبح دلوقتي المستهلك الأخضر كمان بقى بيفضل حاجة بيسمى المنتج الأخضر فبقى بيسعى للشركات اللي هي كمان كمان كتوظيف يعني هو يشتغل عندها وإنه يستهلك منتجها الشركات اللي بتقول يا جماعة احنا بيعندنا ممارسات باي وممارسات خضراء وإقدارة باي فده بقى اتجاه أنا شافاه يعني الحمد لله محمود جدا وطبعا ده بيناسب الهدف الـ 12 من التنمية المستدامة اللي بتقال عليه الانتاج والاستهلاك المستدامة ده بيجعل أن المواطن شريك مع الدولة مع كل مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص في كشريك في تقليل نسبة الانبعاسات نسبة التلوث الثقافة الاستهلاك أو ثقافة المستهلك بدأت تتغير التلغراف الأخير أو الكلمة الأخيرة اللي ننهي بها هزا اللي قاية دكتور لو بتواجهي كلام من خلال وجودك كمتخصصة في الإدارة البيئية للمستهلكين للمواطنين تقول لهم إيه؟ أول حاجة طبعا نازم نشتري على قدر لازم نستهلك على قدر حاجتنا بمعنى ما جيش طبعا عارك عارف العادات اللي عندنا في الأكل نحن نعمل أكل كتير وبترمي كلام ده كله طبعا لا يصلح لازم يبقى عندنا ثقافة فصل المخلفات لأن دلوقتي بدأ يحصل فعلا أن نحن البلاستيك لوحده والمعادن لوحدها حيثت إعادة الاستخدام والتدوير كل ده مهم جدا حتى في بيوتنا نحافظ جدا على المياه نحن ندخلنا على فقر ماء شديد ده على مستوى العالم مش مصر بس الفكرة مش هنقلوك النيل ماشاء الله موجود آه النيل موجود بس قد إيه نسبة مياه صالحة للاستخدام هو ده الفقر الماء يا جماعة مش مجرد شكل المياه الرقرقة اللي قدام صحيح وإحنا طبعا كلنا شركاء في عالم واحد وفي كون واحد فهنحتاج بعد كده بقى كوكب تاني نعيش فيه ولا هنعمل إيه ربنا نصر احنا دايما بنقول المواطن دلوقتي المواطن العالمي المواطن المصي والمواطن الأمريكي والمواطن الصين هو اللي بيعاني من مشكلة الاختباس الحراري وبدأنا نعاني وهو المتسبب يعني هو المتسبب الأول والأكبر في التلوثي في هذا التلوثي يعني هذا الموضوع يا رب إن شاء الله معي دكتورة رانيا أنا سعيد وجودك معايا الدكتورة رانيا صالح مدرس الإدارة البيئية اتكلمنا على كلام مهم جدا النهاردة ولو خدناه في صورة عنوين ولكن أعتقد أن الرسالة وصلت عن مفاهم كتير جدا نتكلمنا على الاقتصاد الأخضر والتسويق الأخضر والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري واتكلمنا على أشياء كثيرة جدا ومنها بورصة المخلفات الإلكترونية ودي رسالة لكل المجتمع المصر بالاهتمام بهذا الموضوع دي صاروات كامنة كبيرة جدا جدا في هذه البورصة أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني مرسي لحضراتك شكرا أنا بشكر حضراتكم وزي ما بدأت بتهنئة كل المصريين والمسلمين بذكرى الحبيب المصطفى ذكرى إسراء الحبيب المصطفى إسراء ومعراج الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بالروح والجسد بنقول كل التهنئة القلبية لكل المصريين والمسلمين بهذه الذكرى العطرة عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة والله الموفق وزي ما بختم وبقول في كل حلقاتي ما تخافوش أبدا على مصر لأن مصر فيها رجالة تحياتي 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 اشتركوا في القناة